مستقبل قاتم ذلك الذي ينتظر الدول العربية التي تشتعل فيها الحرائق منذ خمسة أعوام ملقية بظلال ثقيلة على الحالة الفلسطينية التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع أطماع التوسع الإسرائيلية التي استفادت من الحالة العربية المريضة مستقبل المنطقة العربية وعيد ترامب بنقل السفرة من تل أبيب إلى القدس ومعاني ودلالات هذا الإجراء مؤتمر باريس وقرار مجلس الأمن 2334 الحالة الفلسطينية الداخلية التي تعاني من انقسام من حوالي 11 عاما كل تلك الملفات ستكون محور هذا اللقاء مع دكتور ناصر القضوة عضو اللجنة المركزية فتح ومندوب سابق لفلسطين في الهيئة الدولية أهلا وسهلا فيك دكتور ناصر شرفتنا اليوم في هذا الحوار الخاص بداية خلينا نحكي عن وصول دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب إلى البيت الأبيض إذا بدنا نحكي عن شعار دونالد ترامب وهو أمريكا أولا باعتقادك شو هي دلالات هذا الشعار بداية هل يعني هذا الشعار أن أمريكا ذاهبة إلى عودة إلى الداخل الأمريكي اهتمام أكثر في الداخل وتوقف عن اهتمام بالأمور والشأن الخارجي كل ذلك لكن الحقيقة لا يوجد رؤية واضحة لدى ترامب هناك توجهات عامة تتضح أكثر في أكثر كل يوم بما في ذلك بطبيعة الحال هذا الموقف الشعبوي العام المعادي للمؤسسة القائمة والمعادي للنخبة بشكل عام وربما حتى المعادي للتجارة الحرة وللعولمة ولواجبات الولايات المتحدة في الخارج إلى آخره إلى آخره معسكر ترامب بالدرجة الأولى عبارة عن تحالف بين مجموعتين أساسيتين المجموعة الأولى هي الحزب الجمهوري التقليدي اليميني بطبيعة الحال ولكن المجموعة الأخرى أو المجموعة الثانية هي المجموعة التي وصفتها ويبدو أنه أقرب إلى هذه المجموعة ورأينا هذا خلال مرحلة الانتخابات بحد ذاتها خطاب أمس جاء ليؤكد كل ذلك يعني يبتدى بهجوم شرس على المؤسسة على السياسيين القائمين في واشنطن اتهمهم بأفضع الاتهامات وذهب باتجاه أنه أمريكا أولى طبعا هذا كله يفترض أنه للولايات المتحدة يعني كانت تقوم بتبرع لأجهات الخارجية سواء كان حزب حلف النيتو أو حلفاء الآخرين طبعا هذا كلام سخيف يعني لأنه ضمن النظام القائم الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر مش حلفاء الولايات المتحدة يعني كل الفرضية فرضية حقيقة يعني غير صحيحة شوفي مثلا أكبر خمس شركات بفارق هائل في المجال التكنولوجي يا شركات أمريكية مسألة الدولار وسيطرة على السوق وفرض المبادلات التجارية باستخدام الدولار على سبيل المثال عندما إذا انتهى هذا أو إذا تعضع هذا الولايات المتحدة تدفع أثمان هائلة فهو فهم سطحي شعبوي للمسائل والعلاقات الدولية وللنظام الدولي الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية ومحاولة استقلال مشاعر الكثير من الأمريكيين المحقين في غضبهم نحو المؤسسة ونحو التغيرات الاقتصادية يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أن طبق الوسطى في الولايات المتحدة تضررت من جراء العولمة ومسألة نقل الصناعات إلى الخارج ومسائل من هذا النوع لكن ككل الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال استفادت كثيرا الموضوع إذن مرة أخرى سيستغرق بعض الوقت وهناك الكثير من المعالك المشتعلة كما نرى حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية المعركة الأساسية بين الديمقراطيين الليبراليين من جهة ومعسكر ترامب من جهة ثانية ولكن المعارك الأخرى والمعركة الثانية داخل معسكر ترامب ما بين الحزب الجمهوري التقليدي وما بين المجموعات الشعبوية الأخرى يمكن حتى داخل بيت ترامب أصلا يكون فيه نوع من أنواع المعارك كما أنا شخصيا كنت قد ذكرت سابقا أنه يصعب جدا حياة التنبؤ بالسياسات الثابتة لأنه أحد السمات التي نراه بوضوح برضو العاطفية بدرجة عالية والتغير التقلب في المواقف علينا أن ننتظر لنرى أين تذهب الأمور سواء كان ذلك بالنسبة للكثير من القضايا الدولية الهامة أو بشكل أكثر أهمية بالنسبة لنا أين تذهب فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام طب كيف ممكن أن نرى خطاب ترامب بعد خطابه خطاب التنصيب كيف ممكن أن نرى دونالد ترامب هل يختلف دونالد ترامب المرشح عن دونالد ترامب الرئيس اليوم يعني بشكل عام وبتوقعات بدائية وبسيطة كيف ممكن نرى ترامب لا يبدو أن هناك اختلاف في حقيقة الأمر الخطاب جاء ليؤكد الاتجاه العام الذي اتبع دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية ومع ذلك أيضا تلاحظي بعض التناقضات على سبيل المثال في غداء عقد أمس رحب وأشاد بهيلر كلينتون وبيل كلينتون وطلب من الحاضرين الوقوف احتراما لوجودها على هذا الغداء بالرغم أنه كان في فترات سابقة هدد بتعيين مدعي خاص خصيصا للبحث أو للتحقيق مع هيلر كلينتون وهكذا إذن مرة أخرى الخطاب هو تأكيد للتوجه العام ولكن دون أن يعني هذا بالضرورة أنه سنشهد سياسات ثابتة وواضحة في كل المسائل طب نحكي عن ترامب نرجع من أكد أنه هو لطالما شنه هجوما على أسلافه السابقين هل هذا بيعطينا إيحاء أنه هناك فعلا عزم عند ترامب أنه ينفذ وعوده وتهديداته التي سبق وأشار إليها هل هناك في اختلاف في سياسة أمريكا على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي بشكل عام؟ هو مش فقط هاجم أسلافه هو هاجم كل المؤسسة سواء كان مؤسسة سياسية أو المؤسسة الأمنية أو المؤسسة الإعلامية يعني كل ما هو قائم بشكل مؤسساتي في الولايات المتحدة الأمريكية وهاجموا واعتبروا عدو وهذه واحدة من المشاكل الكبرى التي ستواجه الآن مثلا علاقته مع المؤسسة الأمنية لكن حول السؤال ما إذا كانت تتغير الأمور حتما ستتغير الأمور لأنه بالرغم من عدم وضوح السياسات والمواقف وصعوبة التوقع لكن الاتجاه العام واضح يعني مثلا أن يعاد النظر من قبل الإدارة الأمريكية في اتفاقية التجارة الحرة عبر الباسيفيكي اللي هي بتعني بالعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأستراليا وبعض الدول الأسيوية الأخرى هذا سيترتب عليه أمور ضخمة من حيث الاقتصاد والتجارة والعلاقات ليس فقط العلاقات الاقتصادية والمالية ولكن أيضا هذا سوف ينعكس على العلاقات السياسية مسألة الصين طبعا هنا تبرز بشكل كبير جدا ما إذا كان مثل هذه المواقف سوف يترتب عليه علاقة متدهورة مع الصين ومواجهة هذه الأمور سيكون لها أثارها أثارها على كل واقع الدولي وليس فقط على منطقة المحيط الهندي أو الباسيفيكي كما ذكرت سبق وكان خلال الانتخابات ترامب يغازل روسيا ويؤكد على أنه لازم يكون في علاقات طيبة مع روسيا هل ممكن فعلا أن ترامب يستطيع أنه يغير من سياسة أمريكا ونشهد لأول مرة لتحالف روسي أمريكي خاصة أن روسيا يعني خلال الفترة الأخيرة شهادنا أنه هي رجع لها ظهور وبروز وقوة في المنطقة سواء الشرق الأوسط أو في العالم هذا السؤال مهم الحقيقة لكن برضو مش سهل الإجابة عليه لأنه موقفه الشخصي هو بكل تأكيد بهذا الاتجاه بالرغم من ذلك الولايات المتحدة أكثر تعقيدا من ذلك وأصلا وضع معسكر وكما ذكرت قبل قليل أكثر تعقيدا من ذلك الاتجاه التقليدي في الحزب الجمهوري لن يكون مع هذا الكلام بسهولة حتى بعض كبار الموظفين في الإدارة اللي رشحهم لتولي مسؤوليات كبيرة على سبيل المثال في الخارجية أو الدفاع أو العدل حتى هؤلاء كان لهم وجهة نظر شوية مختلفة أكثر تحفظا باتجاه روسيا بالنهاية سيكون هناك محصلة أحيانا سيتمكن الرئيس من الدفع باتجاه موقف هو يريده لكن في أحيان أخرى ستتمكن المؤسسة الحاكمة من معادلة هذا الضغط وربما توصل إلى نتائج أخرى تقديري الشخصي أنه لن يكون هناك ما يمكن وصفه بتحالف أو علاقة ممتازة بين روسيا والاتحاد السوفيت أعتقد أنه سيكون هناك نوع من أنواع حال الوسط سيكون هناك تحسن في العلاقات الأمريكية الروسية وسيكون هناك نوع من أنواع التفاهم حول بعض الأمور لكن في نفس الوقت ستستمر المسائل التي عليها خلاف أساسي بما في ذلك أوكرانيا على سبيل المثال وربما جزئيا سوريا ولكن سوريا أعتقد مرشحة أكثر لنوع من أنواع التفاهم سيكون هناك خليط من الأمور وحال الوسط كما ذكرت أكثر مما هو مسألة محسومة في هذا المجال طب يكاد ترامب يعني الرئيس الأكثر هجوما من أسلافه سابقا هل ممكن بداية لماذا كل هذا الهجوم كان على ترامب والاحتجاجات عليه خاصة في يوم تنصيبه وهل خلال تنفيذه لوعوده وتهديداته لاحقا سواء داخليا أو خارجيا هل سنشهد احتجاجات أكبر على ترامب؟ طبعا هو قادم من خارج المؤسس السياسي لم يعمل في السياسة قط وليس رجل أقائدي ومع ذلك تبنى مواقف بلا شك تسببت في ردود فعل سلبية كبيرة لدى كل التيار الليبرالي الديمقراطي الذي يعني اعتقد أنه مع أوباما تم تحقيق الكثير من المكاسب سواء كان في مجال التأمين الصحي أو في مجال حقوق المرأة أو في مجال حتى الشواذ جنسيا إلى آخره من هذه الأمور المواقف التي تبنىها قادت إلى رد فعل سلبي من كل هؤلاء واعتبر هؤلاء أنه هذا يعني الحقيقة رجل معادي لهم ويجب التصدي بس مش بس هدوء بعدين كمان المعسكر اللي تحدثنا عنه أو المجموعة التي تحدثنا عنها اللي هي مجموعة الحزب الجمهوري التقليدي برضو غير موافقين على السياسات المعادية للتجارة الحرة والعولمة ومسألة التقارب مع موسكو وإلى آخره فبرضو هدولا كمان هاجموا السياسيين عموما ما كانوش مرتاحين من حيث المبدأ أنه شخص قادم من خارج النشاط السياسي يعني يمكن أن يكون مرشح جدي وبعد ذلك يمكن أن يصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني مثلا في قيادات بالحزب الجمهوري قالوا بوضوع شديد أننا لن أنتخب رئيس سابق جورج بوش قال أنه لن أنتخب ومبارح كان موجود طبعا في حفل التنصيب هذا جزء من النظام الأمريكي بشكل عام ويمكن تفسيره تحت عنوان احترام المؤسسة واحترام الديمقراطية واحترام تسليم السلطة بشكل سلمي إلى آخره من هذه المسائل لكن كل هذا لا يخفي عداء حقيقي ومشاكل حقيقية بين الرجل وما بين الكثير من السياسيين الأمريكيين والمؤسسة الأمريكية بشكل عام إذا انتقلنا إلى ترامب والقضية الفلسطينية وتأثيره على مسار القضية الفلسطينية وأبرز نقطة حاليا مثارة إعلاميا وسياسيا هي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هل بداية من الممكن فعلا أن يتم نقل هذه السفارة؟ وإذا ما تم اتخاذ هذه القطوة ما خطورة التداعيات هذا الأمر ترتوى على صعيد فلسطيني داخليا عنه أو على صعيد عربي أو عالمي؟ شوفي عقلانيا منطقيا يمكن أن يكون الرد لا يمكن نقل السفارة بس واقعيا يمكن يعني هذا ممكن يعمل أي شيء بما في ذلك بسألة نقل السفارة طبعا هذا سوف يكون أمر في منتهى الخطورة وسيكون له تبعاته الواسعة بعيدة المدى ربما تلك التي لا نستطيع أن نحددها جميعا بمعنى أنه ممكن أن يكون هناك تبعات أخطر مما نتصور حاليا لكن بشكل عام مثل هذه الخطوة سوف تعني الكثير من الأمور خلينا نتحدث قليلا هنا أولا بالنسبة لأجهات غير الفلسطينية وغير الإسلامية وغير العربية أيضا لن يكون هذا أمر مريح بالعكس سوف يكون أمر مزعج للغاية لأنه سوف يعني تخلي عن فكرة مصالح لأطراف دولية عديدة موجودة في القدس فكرة نظام دولي ماء للأماكن المقدسة فكرة أنه في ديانات سماوية ثلاث وأنه هذه ديانات سماوية ثلاث معنية بهذا الموضوع وأنه كل هذا يوضع جانبا وتأخذ خطوة تبدو كأنها إقرار بسيادة الإسرائيلية على كل ذلك هذا أمر حقيقة سيكون في غاية السوق من وجهة نظر هؤلاء الآن نأتي بعدين إلى القصة القانونية مثل هذه الخطوة بلا شك سوف تشكل انتهاك جسيم للقانون الدولي القانون الدولي الإنساني التفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص وسوف تشكل أيضا انتهاك جسيم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار الأخير 3-2-3-4 الذي تم اعتماده في ديسمبر الماضي يعني بمعنى أنه إحنا ما بنحكي عن قرارات مجلس الأمن قديمة وإنما بنحكي عن قرار جديد قال القرار بشكل واضح أنه لن يتم الاعتراف بأي تغيير في حدود 1967 بما في ذلك فيما يضلق بالقدس إلا من خلال اتفاق الطرفين وقال أشياء أخرى هام لكن هذا هو ربما الأقرب إلى موضوعنا أيضا مثل هذا الأمر سوف يشكل انتهاك من قبل الولايات المتحدة لاتفاقيات دولية هي طرفها بما في ذلك اتفاق علان المبادئ العام 1993 أو ما يسمى اصطلح على تسميته اتفاق أصل سوف يمثل نقوص عن تعهدات سابقة للولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك رسالة الضمانات التي قدمتها الحكومة الأمريكية للجانب الفلسطيني قبيل مدري أمور خطيرة الحقيقة وتمس النظم الدولية والقانون الدولي كما ذكر بعدين بالنسبة لنا نحن هذا سيمثل اعتداء صارخ على الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى الحقوق الدينية للفلسطينيين حقوق الدينية للمسلمين في كل أنهاء العالم والحقوق الدينية للمسيحيين أيضا فلسطينيين وعرب وفي كل أنهاء العالم انتهاك صارخ وغير مقبول في الحقيقة يعني مش فقط الجانب الوطني الفلسطيني ولكن أيضا الجانب الديني يعني مسألة أن تحول القدس إلى شيء يملك جهة واحدة هذه مسألة الحقيقة في غاية الصخف وفي غاية الخطورة أيضا جميعا لنا حقوق في هذه المدينة وفي الأماكن المقدسة بشكل خاص بعدين خلينا أنتقل إلى الجانب السياسي مثل هذه الخطوة بتعني الحقيقة أن تخلي عن فكرة التواصل إلى حل سياسي عبر المفاوضات تخلي عن اتفاقات أسلو كما ذكرت سابقا وحقيقة بالإضافة إلى أنه تبعد كثيرا إمكانية الحل السياسي هي أيضا تخرج الولايات المتحدة من موقع الوسيط أو الموقع الطرف الذي يستطيع أن يؤثر في العملية السياسية باتجاه الحل السياسي تصمح للولايات المتحدة في ذلك الوقت طرف في الصراع وطرف مباشر إذن هناك الكثير من العواقب وكثير من النتائج الخطيرة لخطوة من هذا القبيل المرجو طبعا أنه ينقل للرئيس ترامب كل هذا الكلام لأنه أنا أشك كثيرا أنه هذا كلام مفهوم يعني ومعروف لديه ولدى الكثير من المساعدين ربما هذه واحدة من الخطوات التي يجب على الجانب الفلسطيني أن يقوم بها أن يوضح كل ذلك لأجهات الأمريكية المعنية في هذا الوقت وبالإضافة لذلك يوضح أنه سيكون الجانب الفلسطيني والجانب العربي والجانب الإسلامي والكثير من الدول في العالم في وضع يجب عليهم أن يتبنوا ردود فعل حقيقي وجدية ضد هذه الخطوة إذا ما تم إذا ما أردنا أن نتحدث عن الموقف الفلسطيني يعني تكمل إلى الموضوع ما هي الاحتمالات اللي ممكن اتخاذها من الجانب الفلسطيني ردا على هاي الخطوة يعني قبيل تنفيذها قبيل تنفيذها هو توضيح الأمور بالشكل المطلق أنه خطوة من هذا القبيل سوف تعني واحد اثنين ثلاثة أربع وسوف يترتب عليها المواقف الفلسطينية التالية أنا من وجهة نظري يمكن أن تكون هذه المواقف كما يلي أولا نقل السفارة الموجودة لأكثر من 140 عام أو 150 عام وبالتالي إلغاء الوجود الأمريكي المعني بالعلاقة مع جانب الفلسطيني إذا حصل هذا معنى ذلك أن جانب الفلسطيني يجب أن يقطع علاقاته مع الكادر الرسمي للسفارة الأمريكية الموجودة بشكل غير قانوني في القدس ومرتبط بهذا مسألة التمثيل السياسي الفلسطيني في واشنطن المفروض أيضا أن يتم إغلاق مكتب التمثيل الموجود هناك طبعا أنا أعرف أهمية هذا الموضوع ولا أستخف به لكن الحقيقة بكون الأمريكان ما تركوا لنا مجال آخر هذا يجب أن يتم بالرغم من ضرورة استمرار الاستعداد الفلسطيني للحوار مع الولايات المتحدة بأشكال أخر لكن هذه القنوات الرسمية التمثيلية يجب أن تتوقف اثنين يجب أن يكون واضح أن الجانب الفلسطيني رسميا يعتبر أن الولايات المتحدة لم تعد وسيط وبالتالي ليس من الممكن التعاون معها سواء بشكل مباشر أو من خلال الرباعي أنه أصبح الطرف ولابد بالتالي من البحث عن آليات مختلفة لأي عملية سياسية قادمة أيضا لابد من أنه نشتغل بشكل جدي مع العرب وبشكل خاص مع مصر والأردن باعتبارهم معني بشكل مباشر بهذا الموضوع ربما الأردن أيضا مسألة الوصاية تشكل أهمية كبيرة جدا بالنسبة له كما هي بالنسبة لنا أيضا لكن لازم يكون في نوع من أنواع التنصيق الحقيقي والعمل المشترك الحقيقي بالذات الأردن ومصر وباقي الأطراف العربية لاتخاذ مواقف مشترك بما في ذلك ردود فعل تجاه الولايات المتحدة الأمريكية هذا نفس الكلام يمكن أن يتم مع المجموعة الإسلامية ومع الكثير من الدول الصديقة في هذا العالم يجب أن نذهب إلى مجلس الأمر بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت القانون الدولي كما لا أريد أن أعيد في هذا المجال يمكن أن نقدم حتى مشروع قرار قصير ومختصر يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية سحب السفارة من القدس هذا تم في السابق بالمناسبة عندما طلب مجلس الأمن من بعض الدول التي كان لها سفارات أن تسحب سفاراتها ونفذت هذه الدول طلب مجلس الأمن على ما أذكر كانت سلفادور وكستريك في ذلك الوقت طبعاً هنا سيثار موضوع الفيتو وبالمقابل سيثار المادة 27 الفقرة 3 من الميثاق التي تمنع أي عضو من مجلس الأمن من المشاركة في التصويت على قرار تحت الباب السادس إذا كان طرفاً في المشكلة أو في الصراع في هذه الحالة طبعاً الولايات المتحدة طرف في الصراع يمكن النظر في تحركات قانونية أخرى في محكمة العدل الدولية سواء على أساس النزاع إذا قبلت الولايات المتحدة وأعتقدنا لأن تقبل أو على أساس الفتوى القانونية المطلوبة مثلاً من الجمعية العامة يمكن النظر في تحركات قانونية على المستوى الوطني في بعض الدول سواء كان دول صديقة أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وفي غيرها من هذه الدول نضيف إلى كل هذا التحرك الشعبي تحرك الناس الجماهير ومسألة مركزية بكل تأكيد سواء كان على المستوى الفلسطيني أو على المستوى العربي أو على مستوى الدول الإسلامية نتوقع طبعاً غضب واسع وشديد من قبل كلنا من قبل جميع الشعوب المعنية بمثل هذا الأمر وبالتأكيد سيكون هناك ردود فعل في هذا المجال إلى آخرين نستطيع أن نشكل ويجب أن نفعل ذلك بشكل سريع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذا مش فقط عشان نعملها إذا حدث وقام ترمب بهذا الخطوة ولكن أيضاً عشان نخلي هذا الكلام واضح لهم مسبقاً قبل ما أنتوا تعملوا أي شيء لازم تفهموا شو المغزأ القانوني المعنى القانوني والعملي والسياسي لهذه الخطوة وما هي النتائج المترتبة على ذلك ما سوف نفعله نحن وإخوتنا العرب وحلفائنا في كل مكان في هذا العالم لا تعتقد أن الفلسطينيين تأخروا في استنكار هذه الخطوة وهذا القرار خاصة في ظل وجود القرار منذ زمن ولكن هو ينتظر توقيع من رئيس الأمريكي الجديد وسبق وصطفت أن كل أسلاف ترامب رفضوا التوقيع بحجة أن هذا القرار يعارض الأمن القومي لكن ترامب يرى أن هذا لا يؤثر على الأمن القومي ويؤكد على أن الخطوة يجب أن يتتم فلماذا تأخر الفلسطينيون في مواجهة مثل هذا القرار؟ طبعاً لا يوجد قرار الحقيقة هو في وعود خلال المرحلة الانتخابية تقدم بها ترامب أعتقد أنك أيضاً تشيرين إلى حقيقة أنه موجود قانون في الولايات المتحدة الأمريكية بنقل السفارة ولكن القانون يسمح للرئيس بإيقاف التنفيذ كل ستة أشهر مع إبلاغ الكونغرس بحيثيات هذا القرار وبالتالي هو كل ما مطلوب منه في هذه الحالة أنه أن لا يقوم بوقف تنفيذ القانون الموجود وبالتالي يصبح الموضوع تقريباً أوتوماتيكي في هذا الوقت نحن نتأخر في كل شيء، ليس فقط في هذا الموضوع لكن المهم حتى لو تأخرنا قليلاً أن نتفاهم حول المطلوب وأن نمضي، أن نمضي في هذا المطلوب بشكل جدي بكل الجدية اللازمة لأنه هذا موضوع مركزي، شوفي لا يوجد شيء اسمه نقل السفارة ونقطة نقل السفارة يعني أيضاً تشجيع اليمين الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في مزيد من الخطوات سوف يعني تغيير كامل في اللعبة لأنه تاني يوم تستطيع أن تتوقعي أن جهات إسرائيلية سوف تقوم بضم مناطق معينة من الأرض الفلسطينية المحتلة ضم مستعمرات معينة إلى آخرهم وحاولة فرض وقائع جديدة غير قانونية على الأرض وبالتالي الأمور ستذهب مذاهب في منتهى الخطورة على كل حال لهذا علينا أن نبدأ أكبر قدر ممكن من الجدية وأن نسرع الحقيقة نسرع الخطى بهذا الاتجاه في نفس الوقت بالمناسبة أيضاً حجال ما يكونش كله قاتم لأنه نحن بنحكي عن احتمال إذا أبدأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية استعداد للمضي قدماً باتجاه إيجاد الحل السياسي وباتجاه إحياء عملية سياسية جدية أهلاً وسهلاً نحن سوف نكون سعداء بهذا وبالتأكيد يجب أيضاً أن نتعاون في هذا المجال لكن يجب أن يكون مفهوم أنه من الصعب يجمع بين الأمرين يعني من غير الممكن أن تقوم بهذه الخطوة وبعد ذلك أن تتوقع عملية سياسية ناجحة لكل الأسباب التي تحدثت عنها إذا ما أردنا أن ننتقل إلى قرار مجلس الأم 2-3-3-4 بداية ما أهمية هذا القرار؟ هل أضاف خطوة ونقطة إيجابية لصالح الفلسطينيين؟ وبتحديثنا عن ترامب هل ترامب يستطيع إيقاف هذا القرار أو التأثير عليه سلباً؟ دعنا أبدأ بالأخير لأن هذا هو الأكثر أهمية لا يستطيع لا ترامب ولا غيره إيقاف هذا القرار بالرغم أن الكونغرس الآن فيه أمامه مشروعي قانون يطالب بإلغاء القرار وإلا سيكون هناك حجب للمساهمات المالية الأمريكية عن الأمم المتحدة طبعاً هذه التهديدات غير جديدة أنا فقط أشير هنا إلى أنه إذا قامت أي دولة بعدم دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وبلغت الديون عليها لحجم أكبر من حجم مساهمتها لمدة عامين تحرم من التصويت لا تصوت وأنا بأكد لك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إلى هذا الحد لا تستطيع أن تصل إلى هذا الحد لأنه هناك مصالح مباشرة للولايات المتحدة يمكن استمرار الضغط يمكن حجب المساهمات عن مشاريع وبرامج معينة إلى آخره من هذه الأمور لكن لن يصل الأمر إلى درجة الحجب وقانونياً لا يستطيع الغاء يستحيل أن يكون هناك وضع في مجلس الأمن يمكنه من الحصول على أغلبية الأغلبية اللازمة بدون فيتو بهذا الاتجاه يعني هذا كلام بصراحة تخريف يعني لا يوجد مثل هذا الاحتمال وعلينا التمسك بهذا القرار عدم تكرار أمور احنا عملناها في السابق أنه بطلع بنعمل إشي كويس وبعدين بننسى بعد سبوعين نتمسك بهذا القرار ونعيد التمسك بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وبكل المنظومة القانونية التي بناها الشعب الفلسطيني وبناها الدبلوماسيين الفلسطينيين في الأمم المتحدة وفي غيرها من المواقع منظومة متكاملة فعالة يجب الاستفادة منها القرار بلا شك هو قرار مهم أضاف إضافة نوعية مهمة لهذه المنظومة التي يجب أن يتم التعامل معها ككل متكامل أهميته أيضا في التوقيت لأنه إسرائيل عبر السنوات العشر الخمسة عشر سنة الأخيرة اتبعت استراتيجيات معينة تهدف إلى تحقيق وضع مختلف جزئي لكن تراكمي يقود إلى إلغاء حل الدولتين يعني مثلا كانت إسرائيل تعتقد أنه حيدت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بلا قانونية المستعمرات أنه بدت تغير الموقف الدولي فيما يتعلق بمسألة مثلا الكتل الاستعمارية مسائل من هذا القبيل فأجى قرار من هذا القبيل ليدمر كل هذه الاستراتيجية ينهيه أنه أعاد الأمور مرة أخرى إلى نصابها هذا بحد ذاته إنجاز كبير ومهم بس بالإضافة إلى التثبيت وتأكيد الموقف القانوني ابتجاه المستعمرات باعتبارها غير قانونية وانتهاك خطير للقانون الدولي بالإضافة لهذا يحتوي القرار على أمور مهمة أخرى منها على سبيل المثال التأكيد على خطوط 1967 وعدم القبول بأي تغيرات تقوم بها إسرائيل فيما يتعلق بهذه الخطوط بما في ذلك ما يتعلق بالقدس إلا إذا كان ذلك نتيجة اتفاق الطرفين هناك أيضا مسألة التمييز القرار يطلب من الدول أن تميز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967 بمعنى أنه يشجع هذه الدول على اتخاذ إجراءات على قاعدة هذا التمييز ضد أي محاولات إسرائيلية للقيام بأعمال غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة هنا يأتي مسألة وسم منتجات المستعمرات وبيجي كل فكرة المنظومة التي يمكن أن نبنيها منظومة العقوبات على المستعمرات والمستعمرين وأي هيئات أو شركات عاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل قانوني هذا أمر يختلف عن موضوع مقاطعة إسرائيل أو البي دي اس لكنه أكثر فعالية لأنه الدول التي تقوم بهذا الدول على قاعدة التزاماتها القانونية سواء وفقا لاتفاق جنيف الرابعة لعام 1949 أو وفقا لقرار 2334 أو كل المنظومة القانونية التي تحدثت عنها إذن هو قرار بلا شك هام علينا التمسك به علينا التعامل معه بشكل جدي إلى جانب باقي المنظومة القانونية وفي مقدمتها الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية هكذا نستطيع أن نواجه الاستعمار الاستيطاني لبلادنا نستطيع أن نضرب هذه الفكرة أن نكسر هذا الاستعمار الاستيطاني لأنه حقيقة هذا هو المدخل الوحيد المدخل الحقيقي لاستعادة حقوقنا الوطنية لتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين للتوصل إلى التسوية السياسية على هذا الأساس في وقت لاحق إذا ما تحدثنا عن مؤتمر باريس للسلام الأخير سبق وقلت حضرتك في ندوة أنه في الاستنتاج الأخير كان هناك أنه شبح ترامب خيمة على مؤتمر السلام للباريس وعلى بيانه وأن البيان كان في نتائجه يعني سقفه أقل من السقف اللي وصل إليه الفلسطينيون يعني خفض من الحقوق أو المقدمة للفلسطينيين فهل مؤتمر السلام فشل أم نجح وما هي أهم النتائج اللي خرج فيها لا أنا بعتقد أنه مؤتمر السلام نجح وأنه فرنسا الحقيقة نجحت في الصمود في وجه العداء الإسرائيلي المطلق للفكرة ومحاولة تعطيلها ونسفها من الأساس الفكرة بالأساس أنه الفرنسيين تحركوا بسبب شعورهم القوي أنه هناك وضع خطير في المنطقة وأنه لابد من إعادة القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مقدمة اهتمامات للمجتمع الدولي وأيضا لابد من تغيير المقاربة فيما يتعلق بالتسوية الأمر لا يمكن أن يترك للأطراف فقط هناك مسئولية دولية وعلى المجتمع الدولي أن يمارس هذه المسئوليات ويساعد الأطراف على التوصل إلى التسوية هذا تغيير مهم في المقاربة ولهذه الأسباب إسرائيل كانت ضد الفكرة بشراسة طبعا تغيرت الفكرة قليلا أو صار في نوع من نوع الاستدارة ذهب الأمر إلى اجتماع وزاري في باريس في شهر يونيو الماضي واعتمد قرار أو اعتمد بيان عفوا من وجهة نظري لا بأس به من وجهة نظري لا بأس به بالرغم من المعارضة الإسرائيلية استمر للفرنسيين بالعمل ووصلوا إلى المؤتمر الدولي في يناير نحن في يناير لسه ما شك في 15 يناير أظن كان شيء من هذا القبيل وأصدروا بيان أنا هون عد قلت أنه البيان هذا حقيقة صقفه أقل من صقف القرار 2334 وحتى أقل من صقف مبادئ كاري التي تحدث عنها أو التي قدمها أيضا في شهر ديسمبر الماضي وهون أنا قلت يعني ربما سبب يكون أنه شبح ترامب كان موجود في القاع إذن هو مش الشكل الأفضل الشكل المتوقع للبيان ومع ذلك كونه أنه الاجتماع عقد المؤتمر الدولي عقد بمشاركة واسعة وبتأكيد على مركزية حل الدولتين وأنه لا يوجد أي حل آخر هذا أيضا مهم بالرغم من الملاحظة التي تقدمت عنها هلأ خليني أشير أيضا بالنهاية لأنه ربما كان في بعض التوقعات غير واقعية أنه إحنا هنروع على مؤتمر دولي وحنجيب إطار وحنجيب جتوى الزمن للانسحاب وإلى خير هذا أصلا ما كانش مطروح يعني ما كانش مطروح لأنه غير ممكن أن يتم إنجاز مثل هذا الكلام في الظروف القائمة الخلاصة إذن أنه إحنا نقدر ما قام به الفرنسيون أو الحكومة الفرنسية وبنعتبر أنه كل هذا التحرك كان تحرك إيجابي وبالمناسبة فيه اتفاق على الاستمرار فيه والاجتماع مرة أخرى قبل نهاية 2017 هذا أيضا جيد بالرغم من فهمنا للبيان والنقاط الضعف الموجودة في هذا البيان طب انتقالنا للشرق الأوسط أو المنطقة العربية ككل شو توقعاتك للمنطقة العربية اللي تشهد احتراق وتشهد صراعات طائفية وغيرها من الصراعات اللي كادت دمرت المجتمعات والدول العربية هل من الممكن أنه يكون هناك وقف لهذه الصراعات هذا موضوع مهم جدا بطبيعة الحال يعني لا شك أنه المنطقة العربية تعيش فترات صعبة للغاية نحن نشهد تفكك للعديد من الدول العربية الكبرى والمهمة والموضوع مهم جدا بالنسبة لنا على قاعدة انه مش فقط التعاطف مع أهلنا من العرب ولكن أيضا على قاعدة انه الوضع العربي هو الذي شكل دوما الرافعة السياسية والرافعة العملية للنضال الفلسطيني والمحاولات الفلسطينية لإنجاز حقوقنا الوطني ففيه إشكال لابد من معالجته بالمناسبة ترامب أيضا أمس يعني لم يترك مجانا للشك أنه يضع مسألة مواجهة الإسلام الراديكالي في موقع الأولوي بالنسبة لي يعني أظن نستخدم كلمات على غرار أننا سوف نقتلع هذا الإسلام الراديكالي من العالم وبالتالي يجب أن نتوقع تصعيد من جانب وهذا التصعيد سوف يعني أنه سيكون هناك أثار جانبية ليس فقط يعني لا تستطيع أن تفصل فصلا كاملا بين هذه الظاهرة والوضع العربي أو الوضع الإسلامي بشكل تام وهذا سبب آخر لماذا علينا نحن العرب أن نعمل بشكل مختلف علينا أن نتفهم وعلينا أن ننبذ الطائفية بصراحة علينا أن نعتمد الانتماء العربي كأساس لهذا الحل حتى في علاقاتنا مثلا مع إيران هناك مشاكل مع السياسات الإيرانية أنا أقر بهذا ونحتاج إلى أن نرى سياسات مختلفة سواء بالحوار أو بالمواجه ويجب أن نجرب الحوار لكن في كل الأحوال علينا أن نفعل ذلك ليس على قاعدة شيعي وسني هذا يعني أمر حقيقة معيب وضار يلحق ضررا شديدا بنا نحن العرب ونحن الفلسطينيين نقوم بذلك على قاعدة عربي إيراني مش على قاعدة سني 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 شيعي إذن التخلص من الطائفية نبذها وتصدي لها والوقوف على أرضية عربية تتمسك بالحقوق العربية حقوق المواطن العربي وحقوق المواطنين العرب وحقوق الدول العربية بشكل عام هذه ما تخل لابد منه لابد أن يتفاهم العرب حول بعض الأمور يعني ليبي على سبيل المثال برأيي أن المشكلة في ليبيا نتاج تدخل عرب بالدرجة الأولى لأنه لا أعفي الأوروبيين أو الغربيين من المسؤولية لكن الحقيقة العرب هم بتحملوا مسؤولية أكبر والتفاهم العربي أو التوافق العربي يمكن أن يقود إلى حال سرية للأزمة في ليبيا على سبيل المثال بحاجة إلى التفاهمات من هذا القبيل أيضا في الدول الأخرى يمن وغيرها سوريا طبقا أكثر صعوبة لكن لابد من العمل العربي المشترك بشكل أكثر جدية ولابد من إعطاء الأولوية للمصالح العربية لابد من إبقاء مركزية القضية الفلسطينية حقيقة حتى تتمكن هذه القضية برضو مش فقط من الاستفادة من الواقع العربي ولكن أيضا من أن تساهم من خلال قوتها الأخلاقية في معالجة بعض المشاكل على المستوى العربي بشكلها نلاحظ أن في المجتمعات العربية حتى الدول المستقرة نوعا ما هناك غير الطائفية تفتك لمجتمعاتنا هناك الأبضاع الاقتصادية الصعبة يعني مثل مصر والأردو ما أنها هل لأ دول مستقرة نوعا ما إلا أنه هل نعتبر أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه قد يؤدي إلى عدم استقرار هذه الدول أو من الممكن السيطرة عليه؟ بلا شك الوضع الاقتصادي أحد العوامل المهمة جدا المؤسف أنه تراجع الوضع الاقتصادي العربي بالرغم من الثروات الطبيعية وبالرغم من البترول وبالرغم من كل القدرات الأخرى يعني إذا قارنتي وضع الدول العربية بالمقارنة مثلا مع الدول الأسيوية قبل 30 سنة مع كوريا على سبيل المثال حتى ما نحكيش عن اليابان أو عن غيرها من الدول الأسيوية بتلاقي أن الفجوة زادت بشكل كبير جدا بمعنى أنه تراجعت القدرات الاقتصادية العربية في مشكلة مع الانتاجية في العالم العربي في مشكلة مع الانتاجية بسبب السياسات المتبعة من قبل الدول والحكومات ولكن أيضا بسبب نوع من نوع الثقافة الموجودة في هذه المجتمعات هذه الموضوع يجب معالجته مسألة قيمة العمل وقيمة الانتاج وإعطاء العمل حقه وأن هذا كله يكون في سياق سياسات اقتصادية سليمة تشجع القطاعات الانتاجية هذه مسألة أساسية وهذا طبعا ينطبق علينا كمان كفلسطينيين بالنسبة لنا تراجع الانتاج الصناعي والزراعي في السنوات الأخيرة خلينا نقول في العشر سنوات الأخيرة طبعا هذه نكبة بدنا نشجع العكس أنه نشجع الانتاج سواء كان انتاج صغير حقورتي يعني بدي أدير بالي عليها وأزبطها وأعمل شوية زراعة فيها أو انتاج متوسط حتى لا نتحدث عن الانتاج الكبير كذلك الأمر بالنسبة للصناعات بالنسبة للمجالات الجديدة التكنولوجيا أو استكشاف مجالات جديدة لا يمكن يعني الجلوس وانتظار مرتبات من الحكومة سواء كان في فلسطين أو في غيرها من المجالات ولا يمكن للحكومة أن تبقى هكذا بلا سياسات اقتصادية واضحة تسهم جديا في انتشال هذا الواقع الاجتماعي من هذه الأزمة الخطيرة اللي بيأش لازم نطلع من هذه الأزمة ولازم نلتحق بركب هذا العالم المحيط بنا في هذا المجال وهذا أحد الشروط الأساسية اللي استقرار الأوضاع وأن يشعر المواطن بنوع من أنواع الرفاهية ونوع من أنواع الراحة بالتأكيد المسألة الاقتصادية طب هل من الممكن أن نعتبر أن أوضاع المجتمعات العربية وخاصة الاقتصادية هي بسبب تركيز الحكومات العربية على السياساتها الخارجية وانشغالها بمواضيع سياسية أشغلتها قد يعني ممكن نحكي أشغلتها عن واقع شعوبها وعن وضع المواطن البسيط يعني هو الحقيقة ما كانش فيه كثير مشاءة يعني قضايا خارجية يعني القضية الفلسطينية كانت دائما يعني أوكي محل الاهتمام وقد تكون قد استهلكت جزء من الطاقة والقدرات لكن الحقيقة يعني أعتقد أنه هذا كان موجود بشكل محدود أما الذهاب في بعض المسائل الخارجية ضمن مشاريع معينة مثلا شو بنعمل في سوريا وشو بنعمل في أماكن أخرى هذا بحد ذاته قد يكون موقع نقد وليس تبرير جيد للمشاكل الداخلية أو حتى الفشل الداخل لا أنا رأيي أنه لم نشهد حتى الآن عمل جدي من أجل وضع سياسات واضحة ومستقر تعالج الإحتياجات العربية الداخلية في الدولة العربية طبعا أنا بقول هذا الكلام على قاعدة الحرص الشديد على الدولة الوطنية وربما هذه أحد العناصر التي يجب أن تطرح بقوة وأن نتمسك بها علينا الدفاع عن الدولة الوطنية العربية والتمسك بوحدة الأراضي الوحدة الإقليمية لكل دولة من هذه الدول ولكن علينا في نفس الوقت أن نعالج بشكل جدي احتياجات الشعوب العربية وأن نتوصل إلى السياسات اللازمة والتغييرات الضرورية في هذا المجال بما يتيح المجال لانطلاق حقيقية إلى الأمام نحو واقع عربي مختلف عودة إلى ترامب ووضع الدول العربية لاحظنا أن ترامب كان هناك دائما بخطابه هناك توجه لنحو سياسة جديدة بعلاقته مع دول الخليج هل من الممكن أن تتغير العلاقة الأمريكية مع دول الخليج في عهد ترامب؟ احتمال طبعا نتحدث احتمالات أكثر من أي شيء آخر أنا أعتقد أن الدول الخليجية نفسها تترقب الوضع ويعني لديها ربما شيء من القلق في هذا المجال علينا أن ننتظر لنرى كيف تسير الأمور في هذا المجال أنا أتوقع أن العلاقات الأمريكية المصرية ستكون علاقة مميزة علاقة على الأقل تبدأ بشكل إيجابي هناك توافق حول بعض المسائل الأساسية في السياسات العامة وقد تستطيع مصر أن تلعب دورا إيجابيا في التوصل للسياسات الأمريكية المطلوبة سواء كان فيما يتعلق بدول الخليج أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بانتقالنا إلى محور أخير وهو القضية الفلسطينية أو خلينا نحكي عن الشأن الفلسطيني الداخلي خلينا نحكي بداية بعد أسابيع على انتخاب اللجنة المركزية شهدنا أنه للآن في عدة مواضيع ما زالت عالقة ولم تجد حلا للآن يعني أولا نحكي عن توزيع المهمات أو لاحقا نحكي عن العلاقة مع حركة حماس هل تحديد صورة أو نحكي إطار لهذه العلاقة بين حركة حماس وحركة فتح والوصول إلى وفاق معين عقد المجلس الوطني كل هذه الأمور ما زالت عالقة فما رأيك هذا الموضوع؟ أيهما بدك أيهما طب نبدأ في توزيع المهمات طيب يعني توزيع المهمات طبعا لم يتم حتى الآن هناك بعض الصعوبات الموضوعية الحقيقة بما في ذلك بعض الخلل المتراكم الذي نتهج عن تراكمات في النظام الداخلي وعدم وضوح بعض الأشياء بما في ذلك المسؤوليات المختلفة لأعضاء اللجنة المركزية في مواقع في مواقع مختلفة هذا أيضا يعقد الأمور موضوعيا ومع ذلك أنا أعتقد أنه قريبا سوف يتم توزيع هذه المهام أو على أقل معظم هذه المهام وبالتالي سوف تتمكن اللجنة المركزية من الانطلاق في عملها ونفس الأمر يمكن أن نتوقعه بالنسبة للمجلس الثوري إن شاء الله طب إذا ما تحدثنا على العلاقة مع حركة حماس هل هناك صورة أو استراتيجيات معينة أو صورة نهائية للعلاقة ما بين حركة فتح وحركة حماس طبعا إحنا شهدنا بعض الخطوات الأخيرة شهدنا اجتماع في بيروت للتحضيل المجلس الوطني وشهدنا اجتماع آخر في موسكو بين الفصائل لإنجاز خطوات معينة باتجاه المصالحات الداخلية واستعادة الوحدة إلى آخرية من هذه الأمور خلينا أعطيكي وجهة نظر الشخصية في هذا المجال فيما يتعلق بمسألة استعادة الوحدة خصوصا بين فتح وحماس أنا أتحدث في السابق عن ثلاثة متطلبات لهذا الأمر المركزي الأمر الشديد الأهمي المتطلب الأول هو أن تقبل حماس بشكل واضح وصريح التخلي عن تحكمها أو حكمها لقطاع لدس أن تقبل بعودة القطاع إلى حضن المنظومة الفلسطينية الموحدة حال من الممكن أن تتنازل؟ والله شوفي قد يكون هذا صعب بمعزل عن المتطلبات الأخرى التي سأتي إليها لأنه ما حدش بتبرع وتخلي عن السلطة لكن أعتقد أن حماس تفهم الآن جيدا صعوبة أو حتى استحالة استمرار الوضع القائم في قطاع غزل يعني لم يتنجح التجربة ولا يوجد أفاق لنجاحها فإذن حماس عليها بشكل واضح أن تتخلى عن سيطراتها على القطاع في كافة مناحي الحياة مش بس أنه الله تعالى تحمل مسؤولياتك في القهربة على سبيل المثال هذا كلام سخيف أما في كافة مناحي الحياة بما في ذلك الناحية الأمنية أو الجانب الأمني المقابل ذلك المتطلب الثاني هو أن تقبل فتح بشراكة جدية وكاملة بين فتح وحماس والفصائل الأخرى في النظام السياسي الفلسطيني المعاد تشكيله أي في المجلس الوطن الفلسطيني وفي المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وحتى في السلطة الفلسطينية سواء كان في قيادة السلطة الفلسطينية أو في الجهاز الوظيفي لهذه السلطة والمتطلب الثالث أن يتم كل ذلك على قاعدة برامج سياسية على قاعدة تصور سياسي واضح مش وبشكل مفهوم مش أنه أصله قبل مش عارفة كم سنة اتفقنا على وثيقة مش عارف إيش وفي وثيقة تانية ووثيقة التالتة هذا حكي خربيض يا أخوي نحط ورقة وقلم وكلام واضح ما هو الأساس السياسي الذي نقف على أرضيته جميعا والذي يلزمنا جميعا وعلينا أن نناضل من أجله جميعا خصوصا الهدف الوطني المركزي وهكذا نستطيع أن نعمل سويا مش ممكن أبدا أن نتفق على منظمة التحريل الفلسطينية دون اتفاق على الوضع في قطاع غز يعني مسألة واضحة ويجب أن تكون مش بس مفهومة ويجب أن تكون مقبولة ومرحب بها من قبل المواطن الفلسطيني ومن قبل الأطراف الفلسطينية جميعا إذن نتفاهم على غزة نتفاهم على منظمة التحريل ونظام السياسي الفلسطيني ونتفاهم على الموقف السياسي غير ذلك بصراحة طأحناك وتضيع وقت مرة نحكي عن مش عارفه شو مرة نحكي مرة انتخابات ومرة حكومة ومرة يعني هذا حكي مش راح يزبط الأمور يعني بالعلم هيك وبالمنطق لا تستقيم إلا إذا عالجت صلب المشكلة وجوخر الموضوع طب أخيرا إذا ما تحدثنا عن المجلس الوطني وانعقاده نفس الشيء المجلس الوطني يعني بعض الأخوة بقول لك احنا عم نحكي عن مجلس وطني جديد كيف يعني وطن مجلس وطني جديد بمشاركة حماس والجهاد بدون ما نحكي عن الوضع في قطع غزة بدون أن يكون ذلك جزء من تفاهم عام حول مجمل الشأن الفلسطيني ومع ذلك احنا قلنا تعالوا تنعمل مجلس وطني قديم بمشاركة حماس من خلال المجلس التشريعي وربما بأشكال أخرى مهمة تكون مهمة محدودة لتجديد الدماء وتغييرات الضرورية واللازمة بعد كل هذه الفترة الزمنية الطويلة ولما بنعمل هيك ننطلق مباشرة وبقرار من قبل هذا المجلس نفسه ننطلق مباشرة لمسألة استعادة الوحدة بشكل واضح وعلى أسس متفق عليها بما يقود إلى مجلس وطني جديد كجزء من الاتفاق العام على استعادة الوحدة الفلسطينية دكتور ناصر القدوى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح شكرا لهذا الحوار وشكرا لك جزيلا أهلا وسهلا اشتركوا في القناة شكرا لكم